أعتقد لو كان بيدها أي شيء الآن إسرائيل لقامت بتفجيرات الآن في منشأة نتانز هل تعتقد أن إيران نجحت في إغلاق الطرق والمساحات على إسرائيل للوصول إلى منشأة نتانز وبالتالي إسرائيل استنفرت هذه الحرائق في الداخل؟ من الصعب أنا أجيب على هذا السؤال أو أي مراقب يجيب هذا السؤال في غاية الدقة والسرية هناك تكهنات لكن المعلومات نادرة ولكن دكتور غسان عفواً الحرس الثوري الإيراني بعد الهجوم الأخير اللي صار اللي كلنا شاهدنا مسك ملف حماية منشأة نتانز هل تعتقد أن هذا لعب دوراً؟ لا إذا انتبهت ما قال أحمدي نجاة التصريح مهم وأحمدي نجاة الآن صار معارض للحكومة الإيرانية وللانتخابات قال أن الأدلة أن نتانز تم اختراقها وتم سرقة الملفات السرية من عدها ويكشفها في حينها بمعنى آخر أن الحماية أو الإيرانية لمنشئاتها هي ليست مضمونة تماماً الشيء الآخر هناك السؤال المهم هو إذا بزمن العراق وضربة ومفاعل تموز وأنهو المشكلة بالنسبة إيران معقدة العملية فبالتالي الدمار الذي سيلحق بإيران من أجل تعطيل قدرتها سيكون دمار مرعب لا يقل رؤباً عن ما حصل في اليابان وما حصل في ألمانيا